بس كده نخش على جانب الزمالك جانب الزمالك انت عارف يعني أنا عندي بس زمالك دلوقتي عامزة حمزة المسلوسي بسيف الديني الجزيلي وسامسون يولا وفي عمر فرج كمان وفي عمر فرج ما بيعتمرش أجنبي وفي محمود بنتيك ومشلك تمام انت عارف يعني احنا برضو زي ما بقول اللعب الأفريقي احنا بيبقى نعمة احنا في لعب أفريقي بيبقى نقمى طبعا تمام يعني برضو يعني بس كلم على سامسون لأن احنا النهاردة نادي الزمالك مش عارف يجيب لعيب أجنبي خامس يستفيد بيه لأن في مكان متاخد وسامسون مش عايز يتنزل عن فلوسه سامسون بيحاول لي هل عندك معلومة سامسون ليه كم أصلا عند نادي الزمالك لأ عايزهم حوالي مش تاخدش مني معلومة حوالي مليون ومئة ألف دولار عايز مليون ومئة ألف دولار ده اللي هي قيمة عقده السنة دي والسنة الجاية خد كم تقريبا سامسون من سامسون مليون في الزمالك تقريبا خدت من مئة ألف دولار اه ما عملش بهم أي حاجة خالص يعني في سؤال تاني اسأله لي هو سامسون كم بياخد كم قبل ما يجي الزمالك ده بداء أحلى والله اه يعني هو عدل الأول في الزمالك كم في السنة يعني برضو ما تاخدش بني أرقام دقيقة بس يعني 350 450 550 550 كده اه في الريج ده اه كم بياخد كم قبل كده 3000 يورو في الشهر في الشهر كان بياخد 36 ألف دولار في السنة بعد كده يخد هنا أربعة ونصف تقريباً 350 ألف يورو بمئة وخمسين دي السلام دي السلام ما يقول لك في لعيبة أحياناً بتبقى مرزقة لعيبة مرزقة خلالي يتكلم برضو نحن أتكلم على محمود بن تايك محمود بن تايك برضو إحنا تفرجنا عليه لما كان في المغرب اللعيب ده لعيب مبهر يا كريم مفجأة كمان لا هو مش مفجأة وحكول لنا عارفينه واختياره وكان دخيل جداً لا لا مفجأة على الجميل المصري في ناس كثيرة شكت أنه بنتايك ممكن يقدم مع الزمالك مقدمش مستوى كبير في فرنسا وكان عنده إصابات فقال لك مش هي هي برضو هرجع للنقطة أرشاف دليل إصابات بنتايك لو تخطى قصة الإصابات ده ده هيبقى مكسب للزمالك مع وجود فتوح مع وجود محمد حمدي الناحية الشمال دي هتبقى قوية 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 في نادي الزمالك بطريقة صعبة جداً عايز أقولك عاجة كريم أن أغلبية أغلبية المراكز اللي هو كل أنديا بتدور عليها بتلفت من المراكز اللي نقصة جداً في الاصل طبعاً فيش لعبين مصريين كتبين فلما نادي الزمالك يبقى عنده جبهة باللعبة دي أعتقد أن دي هتفيده جداً في الفترة اللي جاية طيب